ارتفع عدد رخص البناء الصادر في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 15.6% مما يؤشر على وجود تحسن في النشاط العمراني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي تقرير دائرة الإحصاءات العامة أظهر أنه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر حزيران تم إصدار 19.400 رخصة بناء مقارنة بـ 16.700 رخصة في ذات الفترة من العام الماضي أما مساحات الأبنية المرخصة منذ بداية العام فقد ارتفعت 12.2% لتبلغ 6.533 مترا مربعا مقارنة مع 5.843 مترا مربعا عن نفس الفترة من العام الماضي وبحسب البيانات جاء شهر كانون الثاني الأكثر إصدارا لعدد رخص البناء حيث بلغت 3.678 رخصة ثم جاء شهر أيار بقيمة 3.586 رخصة وثالثا شهر آذار بعدد 3.397 رخصة أما شهر حزيران فجاء أقل عددا ليسجل 2.650 رخصة فقط أما طبيعة إشغال مساحات الأبنية المرخصة فأظهرت البيانات أنها بلغت 5.149 مترا مربعا في 6 أشهر في هذا العام مقابل 1.404 مترا مربعا لذات الفترة من العام الماضي حيث شكلت مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية 78.6% من إجمال مساحة الأبنية المرخصة خلال النصف الأول من هذا العام مقابل 21.4% للأغراض غير السكنية أما على مستوى المحافظات فجاءت العاصمة الأكثر من حيث مساحات الأبنية المرخصة بنسبة 44.6% ثم إربط بنسبة 17.6% وثالثا محافظة الزرقاء بنسبة 12.9% والبلقاء بنسبة 7.7% ومحافظة جرش بنسبة 3.5% ومحافظة المفرق بنسبة 3.2% ومحافظة العقبة بنسبة 3.1%